أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية التوصل لاتفاق قانوني وعادل ومتوازن وملزم ينظم عمليات ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخراجات مجلس الأمن في هذا الشأن وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة وأشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع نظير يسن غالي ماكيسال تناولت رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياء جامعا لشعوب دول حوض النيل كما تناولت مباحثاتنا التطورات الخاصة بمنفر سد النهضة واستعرضت مع فخامة الرئيس السنغالي رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياء جامعا لشعوب دول حوض النيل حيث أكدت على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم نظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمني في هذا الشأن وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات أنفردة